بالنسبة للدخلة هي ستنطلق من خبر تدولته بعض الصحف المشرق يقول بجهود جبارة ومساعي حميدة يذور لي معلبي لكم شو بيه الخبر هذا يا ليه مش يقلب وجه الأمة العربية أصلا بجهود جبارة ومساعي حميدة نجحت جهات سعودية في مصالحات المطربتين أصالة وأنغام أصالة وأنغام تحللت مشاكل من يتهم بحضور إليسا كانت حاضرة شهدة على المصالحة هذه وكبار من القادة العرب معناها فريمون تحول جذري إن شاء الله في تاريخ وفي جغرافيا الأمة العربية دجاء الخبر يجيب يقول ألف ألف مبروك والحمد لله طمنتونا صار فينا نفكر مستقبلنا ونعيش بأمان وسعادة ونشكر الجهات السعودية على هذا الإنجاز العروبي الكبير ودمتم لنا ذخرا للأمة العربية أنا والله الخبرية أنا فرحني برشا والحب نسوقه لعله يكون قدوة ويكون لنا معناها منهج لنتهيجه هو منتخبنا يتأهب للتحول إلى الكود ديفوال ونقول للجماهير اللي في رقفي تورس إذا كان أنغام وأسالة تصالحوا ما تجموش ونتبت تصالحوا من أجل المتخب يكون قال أسالة وأنغام كانوا يتصالحوا وسيد يام تصالحوا باو سيفري فم جهات بذلت مجهود كبير ما ذبينا إحنا تتحرك بعض الجهات وتبذل مجهود كبير بين جماهير طيب قالت الجهي تمتعنا بأسالة وأنغام يسي عبدالبيقي نعم نتحدث نقول إذا كان الصعيب سهر إذا كان الصعيب سهر نحن هذه هي سهلة في إطار بلادنا برك مش في إطار منطقة العربية هذه هي خبرها من زعزع للأمة العربية الكل خلينا إحنا من تونس إحنا ربع كعبيت في تونس مع بعضنا تعملوا مزية عندنا منتخب مش مش يلعب في الكود ديفوار باسم تونس داحمن وش يلعب اسم النادي سفاقسيو وابن سعيد وش يلعب اسم الاتحاد المونستيريو وكشريد وش يلعب اسم النجل وطالبي للمعب باسم العhibli estarazi و Straw F como es estafran ألا ارتفعوا أولادكم من حبوهاش تكون من منطلق مدام ومش ولجمعيت يعفز فيه راهوا ولد جمعيتك رغم أنفك لأنه جمعيتك توه هي اللي كيب ناسيونال تونيزيان المنتخب الوطني توسي الذي يجمعنا تحت عالم واحد وتحت مصير واحد وأنه أي نجاح يتحقق التونس في أي مجال في الكرة في اللي تحبوا راهوا يعود بالخير على الجميع وبالتالي يا جماهير الأند يا اتحدوا من أجل هذا المنتخب وانسوا فرقكم ولو لمدة شهر يا أخوة بعد رجعوا أعملوا تحبوا هاتون الشهير هذا شاء لا نصلوا فيه لأقصى حد ونحقوا فيه لتونس ما يحقق أحلام التواصل كل ويفرح التواصل كل ونتنحى عن انتماءاتنا الضيقة والأنانية لهذه المدة التويلة من أجل المسلحة العامة والذكروا دي مرام أسالة وأنغام أتصالحوا واضح جدا سعب البيقي وصلت الرسالة سيوسف